أكد الدكتور عبدالله الربيع المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن السعودية تصدرت الدول المانحة في مجال تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية إنسانية وتنموية إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بمبلغ 26.7 مليار ريال وفق البيانات التي نشرتها لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تبين المساعدات الإنمائية الرسمية التي قدمتها الدول المانحة في 2021 حيث تعد اللجنة أكبر منتدى للدول المانحة ومقرها العاصمة الفرنسية باريس